موسيقى هذا الحدث حدث التجلي هو من أجمل وأروع الأحداث اللي صارت مع يسوع من الكلمة من كلمة التجلي إحنا بنقدر نكتشف شو أهمية هذا الإيد اللي هو كشف كشف إلهي بيكشف فيه الرب يسوع المسيح عن طبيعته الإلهية تعودوا التلاميذ اللي يرافقوا المسيح على الطبيعة البشرية من كلمة التخلي زي ما بقول بولوس الرسول أخلى ذاته هذا الإله آخذاً صورة عبدين وبأخدهن على جبل طابور أو جبل الطور وبكشف إلهن الطبيعة الإلهية عشان يشوفوا هذا المجد الإلهي في شخص يسوع المسيح له لهوت كامل وناسوت كامل طبعاً شمس جربل يعني القيم اللي هيك بعكسها هذا اليوم من القيم اللي بعكسها عيد التجلي علينا كمجتمع شو الأمور اللي بتحب تحدثنا عنها أيضاً؟ إحنا منعرف إن عيد التجلي هو يعني واقع إحنا منعيشه يومياً زي حياتنا المسيحية اليومية هي حياة معاشية وهي كلمة معاشية التجلي هو تجلي ربنا فينا في كل لحظة هو تجلي نور ربنا في كل لحظة وعشان هيك إحنا منشوف حتى لما بترس بفرح على جبل الطور بقوله حسن أن نصنع لنا هنا ثلاث مظل لنبكى هنا بقوله لا لازم ننزل عشان نكمل رسالتنا فحدث التجلي مظبوطه وصار في حقب معيني أما إحنا كل يوم منعيشه زي حياتنا المسيحية نكشف هذا النور من خلالنا مع تعاملنا مع بعض هذا النور الإلهي اللي بطلع بكل واحد من قلب كل واحد منا للإقباله بالنسبة للطقوس اللي يتقام في هذا اليوم على ذروة جبل التجلي اليوم يقام كداس احتفالي اللي هو بجسد الحدشت وبعيد هاي الذكرة اللي فيها يسوع بن فرد بتلت تلميذ اللي هني بطرس ويعقوب ويحنى وليش هدوا للتلاتي لأنه بطرس رمز للإيمان يعقوب رمز للرجاء والمثابرة ويحنى رمز للمحبة فإحنا الطقوس بتتجلى طبعا على هذا الأثر إنه عشان نقدر نجسد هذا الحدث بدي يكون عندنا إيمان عامل بالمحبة فمنطلع ومنجسد هذا الحدث في جبل الطور ومنعاود ننزل تنعيشه في رسالتنا اليوم يومية مع الناس ومع البشر طبعا وبالمقابل لهذا الاحتفال تعالى نقول المركزي شربل من على جبل الطور هل اليوم الكنائس أيضا تقيم قداس إضافة ربما في ساعات أخرى لحتى يعني كافة المؤمنين والمحتفلين يشاركوا أيضا طبعا هذا هو يعد بالكنيسة من الأعياد السيدي يقام له غروب ومبارح في جبل طور ساحة داعش مساءا أقامت رعية الروم الكاثوليك كداس احتفالي واليوم تقيم رعية اللاتين كداس احتفالي والرعاية كمان في رعايةهم بعيده هذا العيد وبقيم القداس الإلهي وإحنا ذكرنا بإفتاحية هالفقرة أنه يعني المشاركين بوصلوا عشية يعني في المساء اللي ما قبل صح من ليلة مبارح يعني عمليا صح بطلعوا من قبل بليلة يعني يكونوا جزء من هذا الحدث اللي هو غروب عيد التجلي طيب شاربل احنا بدنا نحكي كمان على يعني أهمية المشاركة في يعني عم نحكي على قديش هذا اليوم يحمل قيمها قديش هو يوم جدا مهم في إيماننا المسيحي وبالنسبة للكنائس أيضا قديش مهم فعلا المشاركة بالقداس الاحتفالي في كل مناسبة دينية دايما منقول شوي نبتعد عن المظاهر ربما أو المشاركة القلبية ما بين الشخص ونفسه وفعلا التوجه يعني احنا هنا أبناء البلاد في عنا هاي الإمكانية في عنا هاي الإمكانية المتاحة أنه نكون موجودين في هذا الحدث المقدس صح صح احنا أبناء الناصر للأسف كل يعني الحدث الإلهي هو عنا وإحنا نفتكر لهذه المحلات المشاركة جدا مهمة وزي ما قلت المشاركة القلبية هي الأهم لأنه هذا الحدث كمان بربطنا أو بربط علاقة الخالق في كلنا منشوف في حادثة تجلي ظهور لموسى وإلية وهن اللي بربط كل العهد القديم كل علاقة الله في البشر موسى يرمز للشريعة وإلية يرمز للأنبياء وبجسد كل علاقة الخالق مع البشر فمشاركتنا هي مشاركة قلبية هي مشاركة روحية اللي فيها منوخد احنا وكأنه خلوي على هذا الجبل جبل الطور هو ذكر في المزامير طابور وحرمون يتهللان وإحنا وكأنه منصعد بالروحانيات لهذا المحل ومنشارك قلبيا في هذا المحل عشان نقدر نكمل حياتنا نسي الرسالة اللي بتطلع من حضرتك للعالم خصيصا والرسالة على المستوى العالمي المفروض توصل للعالم بمثل هذا اليوم رسالته زي رسالة المسيح وإحنا تلميذ للمسيح منقول للجميع ياريت حدث التجلي ما يكون حدث للذكرى أو حدث اللي مر في حقبي معينة في التاريخ إنما هو يتجلى في قلب كل واحد مننا ونعيشه ونشوف هذا الإله ونشوف نور الإله في كل واحد مننا في بسمة صغيرة لأي طفل قدامنا في مساعدة في عطاء في محبة كل واحد عنده وزنة ونعمة ياريت يعرف يستثمرها ويعطيها للي قباله بيكون المسيح تجلى بقلبه من خلاله شمس شرب البماء أنه ذكرنا هذا الموضوع وإحنا دايما فعلا لما نكون بحديث مع أشخاص مؤمنين بمختلف الديانات حول العالم وكأنه في هاي الغيرة الجميلة بأنه أنتوا أبناء الأراضي المقدسة ممكن تتواجدوا في القدس وفي بيت لحم وفي الناصرة حيث تقام كل هاي الاحتفالات والقداديس سؤالي لحضرتك كيف بإمكان هاي القيم وبإمكان يعني تواجدنا في هذه الاحتفالات المقدسة أنه تغير واقعنا اللي منعيش وأيضا إحنا ما منعيش بواقع وردي وأيضا العالم أجمع يعني يعيش الحروب ويعيش العنف ويعيش الاضطهاد والكرهية كيف ممكن من حدث التجلي وهذا اليوم أن يغير واقعنا سؤالك جدا رائع لأنه بالضبط بجسد هاي الواقع لأنه فرحة التلاميذ في التجلي كانت أنه هني في محل وكأنه منقطعين عن العالم وشايفين المجد الإلهي وكانت فرحة رهيبة أنه إحنا هينا موجودين هون يسوع المسيح قال لهم حلو كتير حلو الروحانيات بس عشان نقدر نعيش هاي الروحانيات بدنا ننزل للواقع ننزل للأرض نكمل رسالتنا كيف ممكن نعيشها بالتبشير وبعلاقتنا الطيبة مع بعضنا البعض هذا هو من جسد فيه حدث التجلي لأنه نور الإله مش ممكن يقدر حدا يشوفه إذا بنعكسش بقلبه وهو بعكسش لللي قباله يعني موضوع التبشير واضح لإلنا نوعا ما على عاتق من يقع موضوع هيك توطيد العلاقة ما بين أبناء الشعب الواحد ما بين يعني جميع أطياف المجتمع عمن تقع هاي المسئولية برأيك؟ إذا بدي أقول لك تقع على عاتق رجال الدين أو على المعلمين أو على أصحاب الرسالة لا تقع على عاتق كل واحد مننا لأنه كل واحد ربنا أعطاه نعمي وأعطاه وزني كيف بيستثمرها؟ أنت في مجالك وبتعطوا هذا المحل وبتعطوا هاي الإمكانية لا تشوفوا أشخاص مثلنا نمرئ الرسالة في كل محل بغضر الواحد يمرئ الرسالة لأنه كل نعمة هي بغضر الواحد يستثمرها بأي محل حتى نشعر أنه إحنا في قلب الحدث أيضا إحنا في بس مباشر حاليا وعن نشوف عبر شاشة مسواة يعني الدخول إلى الكنيسة وبعد بعد لحظات سيبدأ القداس الاحتفالي وعن نشوف أيضا رجال الدين والرهبان اللي دخلوا في هذا الموكب إلى داخل الكنيسة وأيضا المؤمنين والمصلين نتوقع أيضا أن حضروا من بلدات عديدة وليس فقط من منطقة المناطق المجاورة لجبل الطور قدش مؤثر هذا التكاتف وهذا يعني اليوم ومنشوف سواح أيضا بتواجدوا في هذا اليوم في جبل الطبور أو جبل الطور في مثل هذه القداديس للأسف عدد السواح أكثر من عدد المحليين سواح أكثر وحتى خلال السنة عدد السواح أكثر من عدد المحليين جبل الطور مش بعيد عنها وإحنا هناك حدث هذا الحدث الإلهي وفي قلد كل واحد مننا ياريت يكون في هذا الجبل بس إحنا ما عم نقدر نشارك لأنه ملتهيين في واقعنا وفي مشاكلنا لو نطلع شوي صغير الواقع المادي والواقع الاقتصادي والسياسي لما على الأسف هذا الجانب السلبي يعني نوعا ما هذا الواقع يمكن عم ببعد ديش أعمن طبعا ببعد بعض الفئات بعض الأشخاص عن التواصل مع الدين مع الكنيسة في هاي الحالي مع المساجد مع الروحانيات ما ذكر في الكتب السماوية للأسف صح تنخرت أمورنا الواقعية والسياسية واليومية وتأخذ كل حيز شغلنا وعملنا وتفكيرنا في ياريت يكون شوي استثمارنا في المحل الروحي عشان نقدر كمان إحنا نعكس هذا المحل على هاي الأمور يارب هيك يسير بس بدي أسأل على مستوى تقني القداس نفسه بيكون باللاتينية ولا بيكون في العربي بهيك مناسبات بمناسبات اللي فيها مشاركة لناس محليين بفضله أنه يكون القداس في اللغة العربية صحيح ولكن بدي أنوه أنه راح يكون في ترجمة ببث مباشر إلى خمس أو ست لغات أيضا لأنه في نقل يعني لكثير وسائل وسائل إن كانت يعني تابعة لوسائل إعلام ديني أو اللي بتهتم بنقل هذا الحدث المزبوط المشاركة في الكداس حتى لو باقية لغة كانت مهم المشاركة القلبية صحيح قريت نقدر حتى الأغلب منشوف أنه بقول طالع أحضر الكداس هو للأسف أنا طالع أشارك أشارك بالكداس أكون جزء منه صحيح جزء فعال يعني بالإيمان وبالقلب لأن الكداس هو احتفال اللي أنا جزء منه هو احتفال عشاني في آيات في آيات محددة من الإنجيل خصوصي لهذه المناسبة أما منقدر نأخذ أي آية من الإنجيل حادثة التجلي ذكرت في ثلاثة الإنجليين متى ومركس ولوكا على تتمة الحدث كلها حتى في يحنى اللي يقال أنه لم تذكر كحادثي بس هي كمان ذكرت لما قال رأينا مجدة وحيدة مجدة وحيد من الآب طبعا واللي ذكر فيه صوت الآب هذا هو ابني الحبيب فله اسمعوا فحادثة التجلي ذكرت في الكتاب المقدس وشدد عليها كمان بطرس الرسول في الرسالة الثانية بقول أنه هذا الذكر كان في الجبل المقدس بقول هناك رأينا الأمجاد الإلهية نعم وشماس شرب اللي أنا شفنا على الشاشة يعني صور جدا جميلة ورائعة حتى مني يعني الكنيسة من هذا يعني المبنى الديني الجميل القديم في شوية تفاصيل من حب نحكيها يعني افتتحت الفقرة بأنك تحدثت عن خصوصية جبل التور بالذات في هذا اليوم ولأبناء الدياني المسيحي ماذا عن الكنيسة هي كنسة مع بعض من هذه المعلومات؟ إذا منشوف الكنيسة يريد يعني يكون في صورة قدامنا الكنيسة في الكنيسة عمة الصرح الكنيسة وفي على اليمين والشمال وكأنه كنيستين صغار اللي هنا وين العمود اليميني والعمود اليساري اللي هني مخصصين لموسى ولأليا اللي هني شاركوا أو ظهروا في حادثة التجلي عشان يورجينا قديش هذا في خلود للروح وإحنا بنعرف أنه موسى وإليا ماتوا بشريا موسى قبل حادث التجلي بما يقارب الـ 1500 سنة ودفنا في جبل نيبو لكنهم ظهروا في حادثة التجلي يعني ظهور الأنبياء أيضا هذا مهم هذا مهم ومبنى الكنيسة هو بجسد هذا الحدث حتى يكون التجلي اللي في الكنيسة بتورجي أنه موسى يحمل لوحات شريعة ليدل على المسيح أنه هو الشريعة الجديدة وإليا يحمل درج اللي هو النبوءة لأنه هو يمثل الحكبة حكبة الأنبياء فالكنيسة حتى في المبنى أو هيكليتها تجسد الحدث على اليمين موسى الشمال إليا وفي الوسط حادث التجلي نفسه جميل محلوب في عندنا معلومة أنت بنات الكنيسة في أي فترة زمنية أكم عام لها قائمة مش ذاكر بزنطية تكون ممكن بس هي للفرانسيسيان هي بنت للفرانسيسيان وفي غاد كنيستين الكنيسة اللي يقام منها الكنيسة اللي يقام فيها الكداس الاحتفالي هي كنيسة الفرانسيسيان في جنبها كنيسة لروم الأرتودوكس في غاد كنيستين على جبل الطور يريت نطلع يعني القبصية هذه الأماكن جبل الطور على 570 أو 580 متر ببعدها الناصري تلت سيعة على تحت بلدة دبورية بكل تأكيد على صفح يعني مش بالمرة الشبلة للمعلومات العامية أم الغنم يعني هن ثلاث مناطق اللي بالضبط تحت جبل طابور جميل نحكي شوي هيك وأخيراً كمان نطلع المشاهدين رغم أنه إحنا رح نكون في تغطية عن مصار القداس الإلهي يعني من سيقيم هذا القداس الاحتفالي أو شو هي هيك القصص ربما اللي هي من الإنجيل المقدس اللي رح تذكر ربما إلى جانب قصة التجلي ولكن يكون فيه استمرارية يعني الإنجيل المقدس مبني على سيرة حياة سيدنا المسيح له المجد في هذا اليوم يتلى الإنجيل من الإنجيل المقدس اللي زي ما كل الذكر في ثلاث إنجيليين متى ومركس ولوكا بحب أنوه في هذا المحل على شغلة اللي هي تكون كمان روحية ومن الإنجيل واحد من الإنجيليين يذكر ستة أيام وواحد من الإنجيليين يذكر ثمانية أيام من وين هاي المرجعية وليش هاي المرجعية مركس بذكر ستة أيام ولوكا بذكر ثمان أيام ترجعنا للحقبة اليهودية اللي فيها عدد عيد عدد أيام عيد المظال السكوت عند أخوتنا اليهود ثمانة أيام وآخره هي فرحة الشريعة أو اللي بنعرفها سمحتها ترى أيها فاكتملت الفرحة بالمسيح يسوع لما انتهى هذا المحل اكتملت هذه الفرحة بالمسيح يسوع والست أيام يعيدنا إلى ست أيام الخلق الذي فيها خلق الله العالم في ستة أيام عشان يقولنا أن يسوع المسيح هو الخالق يتلى الإنجيل من هذا من هذه الأحداث يقيم الكداس الرهبان لفرانسيسكان لأنه هذه الكنيسة تابعة للرهبان لفرانسيسكان والكنيسة غاد فيها جنبها إلى جانبها دير اللي بسكنون الرهبان لفرانسيسكان وهن مسؤولين عن حراسة هذا المحل شكرا لكل هاي المعلومات القيمة واللي فعلا هيك أعطتنا هذا المعد الروحاني شماس شرب البنة شكرا لإلك ويسعد صباحك شكرا لكم الله يخليك خليل أديب جاهز معنا من جبل الطابور ببث مباشر صباح الخير مجدد لإلك صباح الخير دريد وعفاف تصبح عليك كمانا الأجواء عندك صباح الخير دريد الله يخليك صباح الخير عفاف يسعد صواحك خليل إحنا سمعين بالخلفية يعني القداس الاحتفالي بدأ ونسمع التراتيل وشاهدنا أيضا دخول رجال الدين والرهبان إلى الكنيسة المقدسة شو بتحب تزودنا في معلومات إضافية تحديدا من هذه اللحظات صحيح نحن الآن نتواجد في جبل الطور في كنيسة اللاتين الآن نحن نشاهد ونسمع تراتيل القداس والتقوص الدينية التي تقوم هنا احتفالا بعيد تجلي الرب طبعا عيد تجلي الرب مثل ما ذكر في الإنجيل أن يسوع سيدنا اليسوع المسيح قد تجلى في هذا الموقع في هذه الكنيسة وفي مثل هذا اليوم من كل سنة يتم الاحتفال بهذا العيد في أجواء فرح وأجواء احتفالية حيث يشارك الكثير وربما العدد يصل للمئات من المشاركين في هذا الاحتفال المشاركة كيف تكون خليل حاليا احنا كنا نتحدث بالفقرة مع الشماس شرب البنة عن وجود المسيحيين والمشاركين في هذا القداس من عشية أمس ولكن في هذا الصباح هل من خلال رصدكم في أيضا السواح من أي بلدات متواجدين قد يشفي حضور أيضا من الداخل الفلسطيني أو من فلسطين ككل المشاركة كبيرة جدا صعب أن يتم التحديد ولكن أنا أشاهد أن الكثير من البلدات العربية في الداخل الفلسطيني قد جاءوا إلى هذه الكنيسة أيضا هناك من جاءوا من خارج البلاد احتفالا بهذا العيد هنا في جبل أطور في كنه ستقلتين خليل هل من هناك مثل ما تحدثنا أيضا نقل مباشر سيكون للقداس الاحتفالي سينقل إلى من الداخل طبعا سينقل ويترجم ترجم فوري إلى أكثر من خمس أو ست لغات حول العالم يعني ما هي حاليا الأجواء هل عندكم معلومة إلى متى سيستمر القداس وهل من تقوص خاصة إضافية تقام اليوم على جبل طابور بالمقابل أو إضافي إلى القداس داخل الكنيسة نعم عفاف لأن يتم الاحتفال بالقداس داخل الكنيسة الاحتفال هذا يستمر حتى قرابة نصف ساعة يتم قراءة التراتيل ويتم قراءة الأدعية لحفظ الأرض حفظ فلسطين بمجد الراب كما قال لي أحد الأباء هنا إذن الأجواء هي أجواء جدا احتفالية فرحية بمشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم ومن جميع أنحاء البلدات العربية في الداخل الفلسطيني الجميع هنا يتلون ويصلون لأجل هذا العيد نعم خليل شكرا لك سنعود بكل تأكيد للتغطية الخارجية اللي عم بتزودنا فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر